اشتركوا في القناة او ان انا اتحكم فيه البيو سيكورتي او الامن الحيوي الامن الحيوي بعني به ان انا ازاي اعمل باريارز او حواجز امنع بيها دخول المرض داخل المزرعة احنا هنا بيبتدي الامن الحيوي بتاعنا اول حاجة من اختيار المكان زي ما قلنا ان احنا بناخد المزرعة بتاعتنا سواء ان انا هاعمل المشروع لسه اقجرها او ان انا هنشئ لسه مزرعة من الاساسات بتاعتها فلابد ان هي تاخد واحد كيلو متر مربع عن اي مزرعة مجورة لها الحاجة التانية يعني اول سبب من ازباب نجاح المشروع تجهيز المكان اختيار المكان المناسب والملائم لانشاء المزرعة طبعا لظروف الحاجة اللي انا بشتغل فيها اللي هو دجاج اللحم او دجاج التسمين او الدواجن عموما لابد ان هيكون بعيدة مسافة مناسبة تمنع انتقال المرض اذا اصيبت مزرعة مجورة لها المرض مايجليش احنا العنبر اللي احنا موجودين فيه ده سيمي كلوزد سيمي كلوزد زي ما قلنا انه بيبقى فيه تحكم فيه داخل العنبر لو انا بقى في العنبر بشغل مراوح الشفت بتخلص من الغازات الموجودة وبعمل تبريد لو ارتفع درجة الحرارة وفي نفس الوقت لو حبيت اعمل تهوية بفتح الشويج تبقى تهوية طبيعية ببدأ الامن الحيوي ببتدي معايا اول خطوة فيه اولا الناس بتفتكر اللي في التخصص او بيشتغلوا في المجال ان انا الامن الحيوي يعني التطهير والتحصين او الرعاية بتاعة القطية الامن الحيوي انا ببتدي من اختيار الكاتكوت المناسب الجيد اللي يعمل لي او ينجح طولة التسميم بتاعتي اسعار الكاتكوت النهاردة في السوق بتتراوح من خمسة جنيه ونصف احنا لو بنيكلم سعر النهاردة لحد ثمانية جنيه ونصف سعر الكاتكوت الاختلاف في سعر الكاتكوت ده بيدل على الجودة الكاتكوت الكاتكوت لما بجيبه من مكان او من مصدر موصوق فيه المصدر ده كاتكوت بتاعه جاي من امهات محصنة واخدى برنامج التحصينات بتاعتها الكاتكوت جاي وزنه مناسب ان انا ابدأ به دورة التسميم بتاعتي اللي هو بيبتدي من حوالي 42 جرام الى 43 او 44 جرام مفروض ان هو ما يقلش عنه 40 جرام الكاتكوت اللي موجود الكاتكوت التسمين اللي انا شايفه قدامي الكاتكوت التسمين اللي انا بتكلم علي ده ده مش فرخة عادية ده عبارة عن حاجة اسمها بنسميها genetic modified organism يعني دجاج او طائر او كائل محور ورصيا يعني ده مش طائر طبيعي مش كاتكوت طبيعي ده ناتج من نتيجة تداخل او انتاج مجموعة كبيرة جدا من الجينات الورصية اللي تم وضعها في التركيب الجيني لهذا الكاتكوت علشان الجيناتك بتانسي او القوة الورصية العوامل الورصية اللي انا حطيتها في الكاتكوت ده تعبر عن نفسها لابد ان ليها تتوفر لها عدة شروط وعدة عوامل يبقى اول حاجة انا بتعامل معك تكون لازم الجيناتك بوتينيسي بتاعته تكون جيدة جدا يبقى جاي من مصدر كويس جدا علشان التقل لجواء التقل الورصية او القدرة الورصية او القوة الورصية تبتدي تعبر عن نفسها لابد ان انا اوفر لها ظروف كتير جدا اولها الباي سكورتي تاني حاجة لها التغذية بتاعتي التغذية لازم اغزي على علف كويس جدا العليقة اللي انا هغزي عليها تكون عليقة كويسة جدا وبتبع برنامج علايق او تغذية مرتبط بعمر الكاتكوت كل مرحلة في العمر الكاتكوت ده من عمر زيرو يوم او زيرو داي عمر يوم اول ما بستلمه في المزرعة لحد خمسة وتلاتين يوم لو قلنا دورة التسمين او الدورة بتنتهي في هذا الوقت عند خمسة وتلاتين يوم لابد ان يتبع برنامج غزائي بيعتمد على اربع مراحل او تلت مراحل حسب ما انا بشتغل كل مرحلة مرتبطة بين مول كاتكوت واحتياجاته الغزائية في هذه المرحلة يبقى اول حاجة انا بقى اتكلم فيه ان انا ازاي اعمل امن حية وللمزرعة بتاعتي ان انا محصلش لها اصابة ان انا احصل على اعلى معدل ربحية او اعلى ربح للمزرعة بتاعتي لابد ان انا اختار اول حاجة كاتكوت جايد كاتكوت جايد يعني جاي من شركة موصوك فيها او من مصدر موصوك فيه معروف تركيبه الوراصي القوة الوراصية بتاعته واتقدر تعبر عن نفسها تعبير جايد الوزن بتاعه مناسب مفيش فيه اي مشاكل مرضية جاية في الكاتكوت لان هناك بعض الامراض بتنتقل من تنتقل بطريقة رأسية من الام يعني من داخل المزرعة للبيضة ومن البيضة الى الكاتكوت زي السلمونيلا مثلا السلمونيلا دي مرض بيصيب الكاتكوت فيه ممكن يجيه من الامهات الى المزرعة فاختيار الكاتكوت المناسب ده اول عامل من عوامل الامن الحيوي اللي انا لازم اتبع تاني عامل من عوامل الامن الحيوي او لو قلنا ان العامل اولان اختيار المكان او اللي انا اشتغل فيه العامل التاني اختيار الكاتكوت الجايد من مصدر موصوك فيه العامل التالت هو ازاي امنع دخول المرض للمزرعة عندي معظم المشاكل اللي بتبقى موجودة ان العامل اللي موجود عندي بيشتغل عندي فترة خلال اليوم وبيرجع تاني للبيت بتاعه ممكن يكون مرب تيور في البيت يحصل فيها اصابة ييجي تاني يوم ينقل الاصابة للمزرعة بتاعتي فاحنا هنا بنتابع شروط امنية وشروط صحية ان العامل اللي موجود عندي من لحظة الدخول للكاتكوت هو بيخش معاه زي الكاتكوت لما بيقعد 35 يوم ما بيخرجش اللي بعد 35 يوم العامل ما بيخرجش اللي بعد 35 يوم بالاضافة الى مجموعة من العوامل او مجموعة من العمليات اليومية اللي احنا بنعملها زي مثلا احنا بنحط دايما نحوض بيبقى موجود خارج المزرعة اولا ممنوع اي حد غريب يخش المزرعة يعني غريب يعني ما دخلش المكان قبل كده لسه جاي قد يكون بتعامل مع تيور قد يكون جايب اي عدوة من البيئة الخارجية اللي برا فالكلام ده احنا بننعه تماما بيبقى فيه حوض بيبقى فيه احد المطاهرات بيبقى موجود برا اي حد يخش المزرعة حتى اللي موجود مدام خرج ودخل بيبقى فيه دايما بيحط رجليه وبيبقى فيه شروط معينة ان يخش بيع العنبر بتاعي جوا المزرعة الامن الحيوي بيبتدي زي ما قولنا من عملية انتهاء الدورة السابقة اول ما بتنتهي الدورة اللي فاتت الدورة اللي انتهت دورة التسمين وتم عملية البيع بنبتدي بعد كده في تجهيز العنبر للدورة الجديدة بنبتدي تجهيز العنبر ازاي اول حاجة بنتخلص من الفرشة اللي احنا وقفين عليها الفرشة دي بعد نهاية الدورة بتحمل مجموع من الامراض والفضلات بتاعته الطيور مع الفرشة نفسها اللي هي بتبقى انشارة الخشب او التبن او الفرشة اي فرشة انا بستخدمها او اي مادة ماتيريال انا بستخدمها الفرشة دي عشان نتخلص منها لابد ان انا شيلها بيجي حد بياخدها طبعا نتخلص منها نتكلم فيه ازاي ان انا نتخلص من المخالفات المزرعية نخليه جزء لوحده بعد ما بتخلص من الفرشة بعمل عملية كنس وكحت لكل المواد الصلبة اللي بتبقى موجودة داخل العنبر اللي هي الفضلات اللي بتبقى موجودة صلبة لسه ملتصقة بعمل لها كحت وتنظيف بعد كده بعمل عملية غسيل باحد المية واحد المية الاول وبعد كده بعمل تنظيف باحد اي المنظف من المنظفات وبعد عملية التنظيف بنستخدم اي موادية مادة مبخرة زي الغاز الفرمال دهايد وحالان دلوقتي احنا بنستخدم حاجة اسمها الفيوميجري فيوميجري ده نوع من انواع مادة مبخرة بتخش جوه السكوب وجوه اي شقوق موجودة داخل العنبر بحس ان تعمللي تطهير عشان تخلص من الفيروسات والبكتيريا ترجمة نانسي قنقر